خلونا نروح النهاردة بقى للمتشاط بتاعتنا في الكونفدرالية في دور المجموعات تحديدا في الجولة التانية زي ما تبعنا نادي الزمالك بيفوز بربعية نظيفة على فريق صوار الغيني بيفتتح الربعية أحمد سيد زيزو في الدقيقة التمنى قبل ما شيكبالا يضيف الهدف التالت أو التاني ليه في الدقيقة الثلاثين زي ما احنا متعودين على أهداف شيكبالا الارتو بتاعته يعني اللي هو شهير بيها سيف دين الجزيري بيضع الهدف التالت في الدقيقة الحادية والخمسين قبل ما يختتم إبراهيم نداي الربعية النظيفة الزمالكوية في الدقيقة السادسة والسبعين خلونا نروح لي كابتن معتمد جمال المدير الفني ليه نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال تصريحات خلينو نصرعيضها سريعا كده قال ان احنا بازلنا جهد كبير جدا في لقاء اليوم علشان زي ما احنا تابعنا في مطش ابو سليم الليبي كان بيمتلك تلت نقاط سجرادة الانجولي نفس الامر طبعا سجرادة وابو سليم هم الفرقتين اللي موجودين في مجموعة نادي الزمالك قال ان احنا بازلنا قصارة جهدين علشان اعتلاق صدارة المجموعة وده اللي حصل تابع كابتل معتمد جمال قال انها خلاص هنقفل ملف المباريات في الكونفدرالية الافريقية علشان نستعداد مباريات الدوري المقبلة امام الاتحاد السكندري من اجل مواصلة مسيرة الانتصارات واضاف كمان القائم باعمال المدير الفني كابتل معتمد جمال قال ان احنا ان هو يعني يتحدث مع اللعيبة على وجود شكل فني خاص من اجل ضمان وصول اغلب الهجمات لمرمى المنافس وكمان قال الاداء الهجومي للفريق بيتحسن بتوالي المباريات وده اللي احنا ملاحظينه تقريبا كابتل معتمد جمال اربع متشاط مع نادي الزمالك العلامة الكاملة اربع انتصارات كمان كابتل معتمد اوضح ان الجهاز الفني حرص على ظهور الفريق بشكل دفاعي بشكل محترم بشكل افضل وفي حال فقدان الكرة بيستعدها بشكل سريع مما ساهم في عدم تشكيل خطورة على مرمى نادي الزمالك وقال كمان ان هو قبل المباراة بيوم بنحرص على تقليل الطلبات الفنية من اللعيب عليه عشان هو عايز يحافظ على تركيزهم جوه الملعب احمد مجدي من ابنائه كنت اقوم بتدريبه منذ عشرين سنة وهو من المدربين المتميزين ويفتقدوا اليوم لكن غيابه لم يشكل علينا ضغط وتحدثنا معه بشأن سفروا الى ويلة الحصول على الرخصة التدريبية ودي حاجة مهمة جدا ان المدربين اللي في مصر لازم انهم يحصلوا على الرخصة الدولية دي حاجة كبيرة جدا فيه السيفيهات هنا بتاعة المدربين في مصر نرجع لي التصريحات كابتن معتمد جمال القائم جمال مدير الفني لي نادي الزمالك وقال ان الزمالك نادي كبير سنلعب على الوصول الى ابعد نقطة في البطولة الفرق الكبيرة بتلعب دائما على البطولات بناخد كل البطولات من اجل التتويج بها وكمان قال كنت اريد خروج زيزو ودونجا من المباراة عشان يمنحهم راحة الا ان هو تعرض اكتر من تعرض اكتر من لعيب للاصابة حال دون ذلك شفنا يعني في بعض اللقطات في يعني كان لعب خشن للغاية من فريق الغيني ضد اعضاء وعناصر فريق نادي الزمالك على اتحال هو بيقول كابتن معتمد جمال ان الفريق هيحصل على راحة بكرة ان شاء الله علشان يمنح اللعيبة فرصة لالتقاط الانفس اختتم كمان تصريحات وبيقول ان هو شرف لي ان هو ان جماهير نادي الزمالك الكبيرة تنادي باسمه وهو بيقول ان هو يعني بيحاول ان هو يعمل على اسعاده اسعاد جمهير الفارس او قلعة البيضاء بشكل مستمر فريق تحليل الاداء المتواجد معنا بيقومون بعمل كبير خلال الفترة الماضية وينفذون ما نطلبه منهم ديا تقريبا كانت ابرز تصريحات القوام بعمل المدير الفني لنادي الزمالك كابتن ما اعتمد جميل